بيبدأ الفيلم البنت اسمها إليزابيس ويا ركبة مركب في البحيرة وبيعترضها مجموعة رجالة بيشتغل عنده كرصان صيني اسمه الكرصان ساو وطبعا بيكونوا عاوزين يسرقوها بس بيجي صديقها الكرصان باربوسة وبيقدر يمنعهم وبيقولهم انهم عاوزين يقابلوا ساو في موضوع مهم جدا وبالفعل بيقضوهم على هناك وبيسألهم ساو انت عاوزين مني ايه وانساعتها بيقولوا باربوسة انهم عاوزين يديهم سفينة فبيقطعهم ساو وبيعرفهم انه قابض على واحد حاول يسرق الخرائب بتاعته وبيتفاجئوا ان الشخص دايب اويل حبيب إليزابيس وبيقولهم شكلوا انتوا التلاتة كده بتخططوا الحاجة وانتوا ليه عاوزين السفينة فبيقولوا باربوسة انهم رايحين لرحلة خطيرة جدا لعالم الاموات عشان عاوزين ينقذوا صديقهم الكرصان جاك سبارو ويرجعوا مرة تانية لعالم الاحياء ولكن فجأة بيظهر جنود القوات البحرية بتوع اللورد كاتلر الفرصة وبيقدر يفك نفسه ويروح عشان يهدد القرصان ساو بالسكينة وبيقولوا انه يخلص عليه لو مدلوش السفينة فبيضطر ساو انه يوافق وبياخد ويل السفينة هو واصحابه وبيتحركوا كلهم عشان يروحوا الارض الموت وينقذوا جاك سبارو المهم في طريقهم بيعدوا على بحر جليدي وبتقولهم العرافة اللي معاهم ان جاك لسه ما ماتش ولكن روحوا جسمه متعلقين في عالم الاموات وانهم لازم يخرجوا دلوقتي وإلا هيفضل محبوس في العالم ده للأبد فبيبدأ ويل يبص في الخريطة عشان يعرف مكان بوابة الدخول بتاعت عالم الاموات لكنه للأسف مش بيعرف مكانها وفي نفس الوقت بيتكلم اللورد كاتلر مع قرصان شرير اسمه دافي جونز والقرصان ده بيبقى شبه الاختبوت وبيهدده انه يخلص عليه لو منافزلوش اوامره وده لان كاتلر محتفظ بقلب دافي في سندوق المهمة بالليل بتتكلم إليزابيس مع حبيبها ويل وبتقوله انها لازم تنقط جاك سبارو وترجعه لعالم الاحياء لانها حاسة بالذنب جدا عشان هي السبب في اللي حصله وفجأة بيلقوا السفينة بتتحرك بسرعة وبتقرب من منطقة مثلث برمودا فبيحاول ويل يخلي طاقم السفينة يرجعه بسرعة ولكن القرصان بربوسة بيمنعه وبيعرفوا انهم لازم يدخلوا مثلث برمودا لانه بوابة الدخول بتاعت عالم الاموات فبتقع بيهم السفينة في المسلس وفي نفس الوقت بيكون القرصان جاك سبارو موجود في عالم الموتة وبيتخيل نسخ كتير من نفسه وبيتخانق معاهم وبعدها بيسحب السفينة بتاعته اللي اسمها اللقلقة السوداء وبيحاول يدخلها للبحر عشان يبحر بيها لكنه مش بيقدر وبيفقد الوعي ولما بيفوق بيلاقي سرب كبير من سلطعون البحر عمالين يسحبه في السفينة فبيطلع يجري وراهم لحد ما بيلاقيه قدام ويل والطاقم بتاعه فبيفتكر انه بيهلوس ولكن إليزابيس بتقوله ان الكل ده حقيقي وبعدها بيعرف ويل انهم جوم ينقذوه عشان ينضم الزعماء القراصنة اللي هو واحد منه ويعملوا اجتماع مع بعضهم عشان يقفوا ضد اللورد كاتلر لان كاتلر دلوقتي معاه قلب الكرصان الشرير ديفي جونز وطبعا وام سيطر على القلب عشان يحتل كل البلاد ويسيطر على عالم البحار بالكامل المهم بعدها بيركبوا كلهم لسفينة اللقلقة السوداء وبيبدأوا يتحركوا في البحر عشان يرجعوا لعالم الاحياء المهم في طريقهم بيشوفوا ناس ركبين مراكب كتيرة فبتقولهم العرافة انه دول الاموات اللي ماتوا في البحر قبل كده وفجأة بتشوف إليزاب يسابوها وبتفضل تنادي عليه فبيقول لها انه ميت وبيوصيها تخلي بالها من نفسها فبترميلوا حبل عشان يطلع معها للسفينة ويرجع لعالم الاحياء ولكن ويل بيمسكها وبتقول لها العرافة انه مفيش أمل يرجع مرة تانية المهم تاني يوم بيتوهوا كلهم في البحر وطبعا بيكونوا مش عارفين ازاي هيرجعوا لعالم الاحياء فبتقول لهم العرافة انهم لو مخرجوش من هنا قبل غروب الشمس هيتحبصوا في العالم ده للأبد ومش هيعرفوا يخرجوا منه فبيبص جهك في الخريطة وبيكتشف ان فيه لغز وبيحاول يحله وفعلا بيقدر يحل اللغز ده وبيعرف ان الحل الوحيد عشان يرجعوا لعالم الاحياء انهم يقلبوا السفينة فبيبدأ يتحرك هوا الطاقم بتاعه لحد ما بيقلبوا السفينة وبيلقوا نفسهم راجعوا لعالم الاحياء وساعتها بيرفعهم سدستهم على بعض وبيقول بربوسة جهك انه لازم يجي معاه لاجتماع الزعماء الكراصنة عشان يتعاونوا مع بعض ويحاربوا اللورد كاتلر قبل ما يخلص عليهم بس جهك بيرفض لانه ما بيحبش زميله القراصنة وبيقرروا وقتها انهم يروحوا القارة بجزيرة عشان يجيبوا مياه يشربوها لان المياه اللي معاهم خلصت ولما بيوصلوا للجزيرة بيتفاجئوا برجالة الكرصان ساو اللي شفناه في اول الفيلم وبعدها بيهددوهم بالسلاح وبيرجعوهم للسفينة مرة تانية وهناك بيلاقوا ساو مستنيهم وبيضرب جاك وبيطلع كل ده انه هو الخن جاك وانه هو اللي اتفق مع الكرصان ساو عشان يقبض عليه وده في مقابل انه ياخد سفينة اللقلقة السوداء ويروح عشان ينقذ ابوه اللي بيكون واحد من ضمن الطاقة من الكرصان الشرير ديفي جونز وبالفعل بياخده ساو وبيسلمه للورد كاتلر عشان يثبت ولاقه ليه ويضمنه مش هيخلص عليه زي باقي القراصنة وساعتها بيتكلم كاتلر مع جاك وبيعرض عليه ان يحرره ولكن في مقابل ده هيقوله على مكان اجتماع الزعماء القراصنة وماليه محتفظين بالتمن خرايط بس جاك بيرفض وبيهرب لحد ما بيروح لسفينة اللقلقة السوداء وساعتها بيتكلم بربوسة مع ساو وبيعرض عليه ان يجي معهم اجتماع الزعماء القراصنة لانه اصلا واحد منهم وبيطمنه كمان انه هيقدروا يتغلبوا على اللورد كاتلر وديفي جونز لان معاه في صفه كاليبسه ساحرة البحار وبيعرفوا انها متنكرة دلوقتي في شكل واحدة ست وان قوتها ترجع لها لو عملوا الاجتماع دوت وساعتها طبعا هتساعدهم انهم يتخلصوا من كاتلر نهائي فبيقتنع ساو بكلامه وبيوافق يروح الاجتماع بس بشارط ان اليزابيس تنضم للطاقم بتاعه وبالفعل بتوافق اليزابيس وبتروح تركب معاه للسفينة بتاعته وبيبدأوا يتحركوا عشان يروحوا للاجتماع بس فجأة بتيجي سفينة دافي جونز وبتفجر السفينة فبيتصاب ساو وبيكون على وشك انه يموت بس قبلها بيدي سلسلة بتاعته لإليزابيس وبيقولها انها هتكون قبطان السفينة بتاعته وهتحضر مكانه الاجتماع وبالفعل بتوافق إليزابيس على كلامه وبعدها بيجي كراسنة دافي يقبضوا عليها وبيدخلوها للسجن وهناك بتشوف والد حبيبها ويل وبتعرفوا ان ابنه جاي ينقذو لكنه بيقولها ان ويل مش هيقدر يفك اللعنة اللي عليه وبيعرفها ان الشخص اللي هيطعن قلب دافي جونز وهيخلص عليه هيكون هو قبطان السفينة بتاعته المهمة في الوقت ده بيفضل جاكي يتكلم مع ويل وبيستدرجه بالكلام لحد ما بيرميه من السفينة عشان ينتقم منه على اللي عمله فيه المهمة وقتها بيقدر جيمس صاحب إليزابيس يخرجها من السجن وبيخليها تغرب هي أو التقم بتاعها المهمة في الصبح بيتكلم بربوسة مع العرافة وبتطلع انها كاليبسو سحرة البحر اللي هو عاوز يحررها وبيقول لها انه لازم التسعى زعماء القرصنة يتجمعوا عشان يحرق الأغراض الشخصية بتاعتهم ويحررها وما بيوصلوا لمكان الاجتماع بيجمع بربوسة 8 قطع بس وبيكون فاضل آخر قطعة اللي هي بتاعت القرصان ساوي اللي مات فبتيجي إليزابيس وبتعرفهم النساء وعينها مكانه وساعتها بيقول بربوسة لزعماء القرصنة ان اجدادهم حبسوا كاليبسو سحرة البحر في هيئة بشر عشان قوتها كانت كبيرة وان دلوقتي قدامهم فرصة كويسة يحرروها عشان تخلصهم من لورد كاتلر وديفي جونز لكنهم بيعترضوا على كلامهم وبيكونوا شايفين ان كاليبسو خطيرة جدا وممكن تخلص عليهم وبيكرروا انهم يتعاونوا وبيخرجوا كلهم بالسفن بتاعتهم عشان يحربوا لورد كاتلر لكنهم بيتفاجئوا ان لورد كاتلر معاقص طول بحر كبير جدا اكتر من السفن بتاعتهم فبيكرروا يتفاوضوا معاه وبيروحوا يقابلوه هو وديفي جونز وبيتفاجئوا ان ويل معاهم عشان عاوز يحرر ابوه اللي مستعبد عند ديفي فبيتفاجئوا انهم يسلموا جاك لديفي مقابل ان يسلم لهم ويل وساعتها بيبدأ كاتلر يستفزق ليزابس لحد ما بتقولوا انهم ما يحربوه واول ما بيرجعوا للسفينة بيحرق بربوسة تسع قطع بتعوز دعماء عشان يحرر كاليبسيو وبالفعل بتتحرر كاليبسو وحجمها بيزيد لحد ما بتتحول لمجموعة اسماك وبتقع في البحر فبيفهموا انها مش هتساعدهم وبيقرروا يحربوا كاتلر لوحدهم فبتتكلم اليزابس مع قراصنا وبتشجعهم عشان يحربوا وما بتبدأ الحرب بيتفاجئوا ان كاليبسو عمل الدوامة في البحر وبتسحب ناحيتها سفينة بربوسة وديفي جونز فبيضربوا نار على بعض وبيحاول بربوسة انه يبيض عن الدوامة وساعتها بيكون جاك سبارو محبوس في سفينة ديفي فبيهرب من السجن وبيروح يسرق الصندوق بتاعه اللي موجود في قلبه بس اول ما بيخرج بيتفاجئ ان ديفي قدامه وبيتبارزوا هما الاتنين مع بعض بالسيوف وفي نفس الوقت بتبدأ الحرب بين القراصنة وبيكونوا خلاص على وشك انهم يخسروا لان عددهم قليل جدا المهم وقتها بيقدر ديفي ياخد الصندوق من جاك بس جاك بيدرب عليه نار وبيوقعه من ايده فبيروح ديفي بسرعة عشان ياخده بس الازابس بتمنعه وبتتخانق معاه فبيبدأ يضربها وبيوقعها على الارض وساعتها بيجي ويل وبيطعنوا بالسيف بتاعه ولكن ديفي ما بيحصلوش حاجة لان قلبه في الصندوق وان دي الطريقة الوحيدة ليه عشان يموت وفجأة بيلاقي ان جاك قدامه وموجود معاه قلبه وبيهدده انه يطعنوا بالسكينة وهيخلص عليه فبيقوله ديفي انت مش هتقدر تطعن القلب لانك عارف ومتأكد ان الشخص اللي هيعمل كده هيتلعن وهيكون قبطان السفينة بتاعتي وبعدها بيدرب ويل بالسيف بتاعه فبيضطر جاك انه يدي القلب الويل عشان ينقذه من الموت وبيخليه هو اللي يطعن القلب وبالتالي لعلن ديفي جونز هتصيبه وهيفضل عايش للأبد ومش هيتأثر بحاجة وبعدها بيموت ديفي وبيمشي جاك من السفينة وبياخد معاه ليزابيس عشان يرجعه لسفينة اللقلقة السوداء فبيروح طاقم ديفي ياخده قلب ويل وبيحطه في صندوق عشان يكون هو القبطان الجديد لسفينة ديفي جونز فبتختفي السفينة في البحر وبيكرر جاك انه يجم على سفينة اللورد كاتلر وده عشان يخلص عليه وينهي المعركة نهائية بس قبل ما يعمل كده بتظهر سفينة ديفي وعليها ويل بعد ما بقى القبطان بتاعها فبيقرب وقتها من سفينة اللورد كاتلر وبيروح جاك عشان يساعده وبيحصر السفينة في النص وبيضربه عليها نار وبيخلصه على كاتلر أخيرا وبكده بيكون القرصنا هم اللي كسبوا في الحرب فبيروح ويل عشان يقعد على جزيرة هو وإليزابيس وبيديها الصندوق اللي فيه قلبه عشان تخبيه وبعدها بيودها وبيمشي لأن قانون سفينة ديفي جونز بيكبر انه يقعد يوم واحد بس عليابسة وعشر سنين في البحر المهم تاني يوم بيروح جاك سبارو للمينة وبيأخب معا بنتين عشان يوريهم السفينة بتاعته بس بيتفاجئ ان بربوسة سرق السفينة وساب ومشي ووقتها بيتكلم التاخم مع بربوسة وبيسأله عن المكان اللي رايحينه فبيقولهم انه مايروحوا مكان اسمه نبع الشباب وما بيفتح لهم الخريطة بيتفاجئ انها تسرقت وبيطلع ان جاك سبارو هو اللي سرقها وبيركب مركب صغير وبيتحرك ناحية نبع الشباب وبيخلص الفيلم لو عجبك الفيلم بقى اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وعلى فكرة انا عملت قناة تانية وسميتها اوفردوز افلام وهسيب لكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو خش بقى خد لك جولة فيها وما تنساش الاشتراك مع السلامة اشترك في القناة